المزاية الثانية والأخيرة والأهم عشان برضو قديكوا يعني إثبات إن الكابتن عصام مش في دماغه أصلاً التحكيم المصري في شهر يناير وفبراير كان ضمن اللجنة اللي تم اختيارها عشان تبقى موجودة في الكاميرون للإشراف على عمل التحكيم في كهس الأمم الإفريقية للرجال وكلنا استغربنا وتفاجئنا الكابتن عصام رغم إن اسم موجود في القايمة أنا القايمة معايا عشان لو طلع نافع وقالك أنا ما كنتش عندي يعني ارتباط في كهس الأمم الإفريقية في الكاميرون إلا أنت كان عندك ارتباط والكهف كان اختارك في القايمة اللي هتشتغل في اللجنة خلال وجودكو في الكاميرون بس أنت اعتذرت لين شغالك بيه؟ التحليل في الستوديو التحليلي هنا في مصر لإحدى القناة أو إحدى البرامج دلوقتي وحنا رحينا على آخر شهرين في الدوري ساب كل ده ورايا هيحضر كهس أمم إفريقية للسيدات في المغرب يعني مدى أهمية حضور عضو اللجنة أو رئيس اللجنة في حدث كبير زي كهس أمم إفريقية للرجال في الكاميرون ومدى يعني التسلسل بقى لما نشوف قوة البطولة وأهمية البطولة وسبدي ورايا هيحضر كهس أمم إفريقية للسيدات في المغرب ده يندل على شيء بيدل أنه ولا في دماغه التحكيم المصري ولا في دماغه تطوير التحكيم ولا في دماغه أي أمر متعلق بالتحكيم بل بالعكس هيقول لك أنا قدمت استقالة وأنا مش هشتغل مع خبير أجنبي مراحش كسعالم والقصة دي أنا اتكلمت فيها الإسبوعين اللي فاتوا فبالتالي عايز يطلع في صورة البطل يعني أنه مشغول ببطولة إفريقية وبيمس المصر فبالتالي اتفاجئ أن اتحاد القرى عايزي ماشي فهو أقدم استقالة احتراماً ليه تاريخه ومكانته وحاجات كتيرة جداً أنا بقول لكم صراحة يعني إلا هيقولوا في التصريحات النهاردة أو بكرة في خلال الساعات اللي جاية بخصوص القرار اللي هيتاخد النهاردة لكن أتمنى من النهاردة لما يتخذ القرار بالتعاقد مع الخبير الأجنبي ومع معاونين مصريين حكام سابقين المنظومة تنجح هذه التجربة عشان الفترة الجاية عايزين ننهض بالتحكيم المصري